من أهم المخاوف اللي بتحصل للأزواج وخاصة في بدايات الزواج وفي السنين الأولى وساعات بتحصل بعد مرحلة معينة تحصل بعد عشر سنين مثلا إن في أزواج وزوجات بيخافوا إنهما لما يتحولوا من الأنا للنحن آه فيه الناس بتتأخر على فكرة بتتأخر شوئتين تلاتة إنهما يتحولوا من أنا وإنتي إلى نحن فبعض الأشياء اللي بتخليهم ما يروحوش من أنا وإنتي إلى إن إحنا الأسرة بيبقى فيه حاجات كتيرة بتخوفهم من ضمنها اللي إحنا نتكلم عنه النهاردة اللي هو إيه أنا خايف أتلاشى ما يبقى ليش وجود وتتمحي شخصيتي وتذهب هويتي وبقى إنسان ما ليش لازمة وإنسان ما ليش وجود والتخوف ده بيبقى تخوف أساسي عند الشخصيات المستقلة إن الزوج أو الزوجة يكونوا شخصيات مستقلة يخافوا قوي من إنهم ما يتلاشوا إنتوا سمعيني دلوقتي هتقدروا تحسوا بده وأنا عارف إن فيه صور وأحداث بتحصل في أزهانكم دلوقتي بتشوفوا فيها إن قد يكون مرة علينا ده وهناك أزواج على فكرة وزوجات بيحاولوا عشان ما يحصل لهم شهادة تلاشي إنه هو يعملوا إيه؟ يستدعوا قوات أجنبية يستدعوا الأسر من أطراف خارجية عشان يدخلوهم في الأسرة عشان يساعدوهم في إنهم ما ينمحوش علشان أثبت إن أنا مستقل وإن أنا مسيطر فممكن يجيب والدته تساعده على السيطرة في البيت أو تجيب والدها يساعدها على السيطرة في البيت فييجي والدها يقول له على فكرة بنتي كيت وكيت 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 والدته تيجي تقول لها ما ينفعش يتعامل ابني بالطريقة الفلانية دي طب ليه؟ عشان كل واحد خايف هو خايف يبقى جوز الست وهي خايفة إن هي تبقى زي قطعة من قطع البيت الخوف ده بيخليهم يعملوا كده